لكل متابعي يلا كورة المشتركين معنا في prediction game معنا النهاردة كريم سعيد يلا نسمع نصائحه عشان نجمع points ازيك يا كريم؟ ازيك ديك ديك خلاص دور التمانية دخل والشغل اللي بجد دخل والفرق الكبيرة هي اللي موجودة معنا النهاردة مباراة الارجنتين وهولندا واكيد مباراة ربما يكون ميسي عامل زخم كتير قوي 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 في المونديال ده بحكم ان هو الناس كتيرا بتتمنى ان ميسي يعني قبل ما ينهي مشواره مع كرة القضب خاصة كمان لان هو اكيد هيحفزت دوليا بعد نهاية المونديال ده فالناس حاسة ان الارجنتين ربما تقدر تحقق اللقب عشان خطر ميسي اه بصراحة بصراحة بوجهة نظري المباراة دي الارجنتين هيبقى صعبة جدا هي تعبرها المنتخب الهولندي منتخب منظم للغاية المباراة دي كمان بتفكرني بالمباراة دور التمانية ما بين المنتخبين في نسخة فرنسا تامعي وصعين منديال تامعي وصعين وبنفس الظروف بنفس كل حاجة ساعتها كان منتخب الارجنتيني منتخب مرعب بكل ما تعاني الكلمة يعني اورتيجا وعيالة وزانتي لا لا كان منتخب مرعب فعلا ومنتخب الهولندي كان طبعا قوي طبعا جيل بيركم بس الناس كلا كان متوقع ان ارجنتين هي الركب نزلت هولندا بالتنظيم بتاعها بالاسلوب بتاعها بكلويفر بقى ساعتها بالتقالق كان فيه جدعه عن هدف بيركمب الشهير وهولندا كسبت اتنين واحد وبرضو صعدت اتنينية لعب برازيل فانا انا بصراحة وانا اتبالع بالتراديكشن جيم انا المباراة دي انا متوقع ان هولندا هي اللي تتأهل وهنشوف برضو سيمي فاينل مشابه لنسخة تامية وتسعين ما بين هولندا والبرازيل ده توقع الشخصي اني شايف الارجنتيني عندها مشاكل في خط الوسط عندها مشاكل في خط الدفاع ميسي ولوتارو والقوة الهجومية وحتى معاوضة الديمارية قوة الارجنتين الهجومية ممكن ما تسعفهاش في مباراة قدام فريق متماسك دفاعية زي هولندا اه الكاري طبعا فاندايك وناتان اكي وتامبر الثلاثة عاملين مستوى رائع جدا في الدفاع الهولندي ففوجة نظري بوجة نظري الشخصية اشوف ان هولندا هي الديفورت يعني المباراة انا شايف حتى مباراة بالنسبالي مش خفزين خفزين بصراحة حتى حاجة ممكن الناس تعتبرها اه مجاسفة برضو اه يعني انا مشوف ان هولندا هي الاعرب لان خط وسطها وخط فاحة اقوى من الخطين دون عند المتخب الارجنتين يبقى الاجابة هولندا نشكرك يا كريم لو لسه مشتركتوش معينا في البردكشن جيم تقدروا تدخلوا على يلا كرة تعملوا سبسكرايب تجمعوا نقط وتكسبوا جهزة المركز الاول بي اس 5 والمركز التاني والتالت موبايل ترجمة نانسي قنقر